السلام عليكم نكمل المحاضرة اللي هي The Face Part 2 الجزء الثاني منها اللي هي Blood Supply of The Face الفيس يستلم Blood Supply from Two Main Arteries اللي هو Facial Artery والآخر هو Superficial Temporal Artery بالحقيقة الثانية الفيسيال آرتري والسوبرفيشيال تمبرال آرتري ثاناتهم هما Brunches from External Carotid آرتري فالفايشيال الأول مرة نشرح على الفايشيال آرتري مثل ما نتلاحظون هو Hooks Up Over الأنفيريور بوردر of the mandible هنا راح تكون بهذه المنطقة بالحقيقة راح تكون عندي المسيطة المصل بهذه المنطقة راح تكون عندي المسيطة المصل تجي من الزيغوماتيك بون والزيغوماتيك آرتري وتيجي الشكل بال ريموس فهو راح يكون عندي انتيريور إلى المسيطة مصل يعني مثل ما تلاحظون الكورس ما تكون عندي متعرج بينما راح يجي بعدين الفيسيال فين يكون خلفه وما بهذه التعرجات الكثيرة يعني هذه المنطقة منو عندي هنا هاي طبعا منطقة التشيك راح يكون الارتري عادة يعني تعرفون انتم تقريبا في كل أجزاء الجسم إلا في مناطق يعني محددة الارتري عادة يكون ديب وفين هو الانشوية فهو وين قاعد على البوكسينيتر اللي عضلت الشيك ويكون انه مغطى مو يعني مفتوح مغطى بال ديليتر مصص اللي هي طالعة تكون عندي من الرادي موضحة لكن بالحقيقة بهذه المنطقة راح ينطيني برانج اسمي ساب منتل برانج هذا البرانج راح ينطيني راح يمشي على منطقة ال ومنطقة الليب ينطيني على منطقة ال طبعا ال طبعا ال لور لب هذا أول برانج راح نعتبر البرانج الآخر راح يكون عندنا الانفيرير ليبيل والبرانج الثالث راح يكون عندنا سوبرير ليبيل في انفيرير ليبيل آرتري سوبرير ليبيل آرتري راح يكون عندنا برانج المور بقر راح يكون عندنا السوبرير ومن السوبرير راح ينطيني السبتل برانج هذا السبتل برانج راح يروح على النيزل سبتل بينما هذه الموجودة يعني السوبرير والانفيرير ليبيل راح تكون عندنا موجودة بالضبط تحت الريد مارجن لللب وتسويلي عادة انستاموسيز يعني رايت ويا الليفت يسويلي انستاموسيز وهذه صفة موجودة في كل أجزاء الجسم عادة الارتريز دائما يسوي انستاموسيز ويا ارتريز آخر لذلك هذا طبعا صفة جدا مفيدة حتى لا سمح الله الشخص إذا صار عنده لسبب ما قطع بمنطقة معينة سواء بحادث سواء كانت عنده خطرة حتى هذه المنطقة لا تموت يعني تعرفون كل جزء من أجزاء الجسم يحتاج لبلد دائما يعني 24 ساعة لازم يكون عنده تغذية في حال صار قطع في هذه المنطقة لو ما كان هذا الانستاموسيز راح ينقطع عن هذا الجزء الدم فراح يصير عنديه نكروسيز ويموت هذا الجزء لكن بسبب هذا الانستاموسيز راح يعني اتقل احتمالية النكروسيز عندي بكل أجزاء الجسم إلا إذا صار هو خلل أصلا كان عندي بالارتريز نفسه أكو بي خلل كمرض يعني مرض بالفزلز هذا بحثا آخر أيضا عندي راح يمشي يتجه وين يتجه يتجه باتجاه النوز على السايد أوف دي نوز وينطيني ما يسمى باللاترال نيزل آرتري الاترال نيزل آرتري يمشي على اللاترال سايد أوف دي نوز ويطي طبعا إلى النوز والterminal end of the facial artery راح نسميه angular artery باعتبارها متجه باتجاه medial angle of the eye نسميه angular artery ناخذ الصورة الثانية الارتري الآخر راح يكون عندي transverse facial artery transverse facial artery هذا منين جاي جاي قلنا هو المين برانش هو facial وال superficial temporal artery ال superficial temporal artery راح ينطيني برانش اسميه transverse facial artery هذا الارتري راح ينطي إلى منطقة يعني منطقة كبيرة من منطقة الجيك ويمشي عادة above the duct of parotid gland أيضا عندي ما يسمى بال supra orbital و supra trochlear هذه هي supra orbital و supra trochlear arteries اللي هي راح تكون عندي تجيني من داخل orbital cavity عن طريق منه عن طريق l-ophthalmic artery l-ophthalmic artery هذا عبارة عن branch from internal carotid artery إذا تذكرون محاورات العام كان عندي common هذا هو common carotid artery common carotid artery ينقسم إلى قسمين internal carotid artery و external carotid artery وبوقتها احنا ركزنا على external carotid artery قلت لكم راح نجي علي بالمرحلة الثانية و راح ناخذ branches matta بالتفصيل فأنتوا تحفظوها مثل ما تحفظون اسمكم كان قد 8 branches حسا شفتوا من المحاضرة الثانية بدينا احنا بالbranches mountain وأخذنا حاليا أخذنا أخذنا الفيشل وأخذنا super facial temporal artery بالنسبة للمحاضرة الثانية external carotid artery تلاحظون أنه ينطي يعني هو ينطي للمحاضر الثانية من المحاضر الثانية مالته يغذي البرين وينطيني برانش راح يروح الى الوربيتال كافتي يغذي العين وشكوش شغلات موجودة بالأوربيت يغذيها فالترمينال برانش مالتا راح يكون عندنا هذا الافتاني كارتري ينطيني سوبرا أوربيتال وسوبرا تروكليار آرتري ايضا عندي السوبرا أوربيتال آرتري مثل النيرف اذا تذكرون قلنا سبرا أوربيتال النيرف سيكون لدي محدودة فهنا الارتري ايضا ما انتهم راح يكون لدي محدودة طبعا يطلع من نفس الفتحة اللي هى سوبرا أوربيتال فورا من او سوبرا أوربيتال نوتش وش يسوي لي خلط طبعا بالرسم هسا حاليا بس يعني للتوضيح سيكون الخارج لديك الارتري بس هو بالحقيقة لارج آرتري وبيني ماني ماني برانش وهذا ايضا لارج آرتري وبيني ماني برانش فراح يصير بينهوم أنستاموسيز شن يعني استاموسيس؟ يعني فازل يشكل ويا فازل يعني الدم من هذه الصفحة يقدر ينقل إلى هذه الصفحة ومن هذه الصفحة يقدر ينقل إلى هذه الصفحة فش راح يصير عندي communication بين الكستيرنال والإنتيرنال كاروتيد آرتري يعني لأن هذا السيبرفيشال تمبر آرتري هو تبع الكستيرنال كاروتيد آرتري والسوبرو أوربيتال والسوبراترو كليار هو تبع الإنتيرنال كاروتيد آرتري قلنا الفيشل آرتري وهو ماشي راح ينطيني اللاترال نيزل مثل ما تلاحظون هذا هو اللاترال نيزل و راح يستمر ك نسمي الفيشل آرتري في هذه المنطقة راح سسميه انجولر آرتري باعتباره راح يتجه باتجاه الانجول ايضا عندي سبليمينتال آرتري اللي هي ايضا تغذي الفيشل منعتها الدورسل نيزل آرتري هذا هو الدورسل نيزل آرتري اللي هو الى الفيشل نلاحظ هنا نشوف شون يختلف يعني هي بنفس المنطقة بنفس المنطقة اذا عندي نير اسمي الفيشل آرتري وليمشي الى آرتري ما اسمي الفيشل آرتري اسمي دورسل نيزل آرتري لكن هو بالحقيقة نفس الكورس منعتهم نفسه ايضا حتى شوف تلاحظ هذي السوبرا ثروكلير وفوقها الى اللي راح تكون عندي سوبرا أوربيتال وخلف يعني الى التحت راح تكون عندنا الدورسل نيزل آرتري هذا الدورسل نيزل آرتري اللي حيكون عندنا small terminal branches of ophthalmic artery supply skin at the root of the nose هذا هو الرؤوس of the nose ومنذ ما تتلاحظون يسوي لي أنستموسيز مع الفيشل نير وحتى ينزي يسوي لي أنستموسيز مع البرانش of the facial nerve اللي هو lateral nasal آرتري هذا تقريبا الكلام عن الارتري راح أتوقف الى هنا حتى الفيديو يكون قصير والفيديو الاخر راح أكمل على veins of the face